تأثرت مخيمات النازحين في إقليم كردستان بموجة الحر التي تضرب المنطقة خلال هذا العام حيث تجاوزت درجات الحرارة الخمسين مئوية الحياة في المخيمات تتوقف بشكل كامل في النهار خوفا من تأثير أشعة الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة التي صاحبتها علي باسل والتفاصيل تجاوزت درجات الحرارة هنا في مخيمات النازحين الخمسين درجة وسائلوا التبريد إن توفرت بدائية جدا ولا يمتلك النازحين المال الكافي لشراء ما يقيهم من الحر اللاهب موسم الصيف الحار فأقم معاناة النازحين معاناتنا صعبة جدا أموك الخيمة نشوف نار كبره لا بشتة انقعد بيها ولا بصيف انقعد بيها وهي جدا معينهم كل أمو الخازر هيا تجعل شوفها ناسا كل أمو الخازر كل نفس الكلام ما عدني عني اختلاف كل نفس الكلام مريد نرجع لا لي تعويض لا لي تخلي الحكومة تعوضها كجانب مو مشكلة هل القرى مو مشكلة انطونا خيمة وخلف العالم ما انطونا هم ما لازم واي مارك كل شي منهم أغلب النازحين من نينوى وآخرون بنسبة أقل من الأنبار وصلاح الدين يتشاركون الهموم ذاتها وأمل العودة للديار مرتبط بتوفير الأمن والبنى التحتية والسكن وفرص العمل في مناطقهم الأصلية خلاف ذلك فالمستقبل مجهول والله مسلم بالموصل ما عدنا بيات ما عدنا شنا قاعدين يجار وبيات ما عدنا وما نقدر على معيشة الموصل ما نقدر على الإيجار فالساكنين هنا في أربيل ستة مخيمات للنازحين يسكنها نحو ثلاثين ألف نازح يعانون ظروفا معيشية سيئة ورغم الحملات الحكومية لعادتهم إلى مناطقهم إلا أن مبالغ التعويضات لا تكفي فضلا عن غياب الخدمات والأمن من أربيل علي باصل قناة صلاح الدين فضائية